بمكاسب الأهل في هذه المباراة ميدو جابر ونصر ماهر نصر ماهر بيثبت وجوده المباراة بعد الأخرى نتمنى له إن شاء الله إنه المزيد من التركيز المزيد من الجدية المزيد من الجماعية المزيد من الالتزام التكتيكي والسلوك ده اللي ممكن يخلق من تطوير الطبوح يا سيد زبراهي يعني هو مش عايزه أعتقد بأنه هو لعيب كبير هو مشروع لعيب كبير أيوة أيوة مسروع لعيب كبير أداءه كويس أداءه مباشر شخصيته واضحة يقدر يكون حاجة كويس يقدر يكون حاجة أحسن من هو ما تصور أيوة يعني هو لا تصور إن هو كده كويس لا أهل أنت المفروض إنك أحسن من كده بالزبط يعني أنت لازم يبقى عندك هذا الطموح أن في مناطق أنت مش متخيلة في نفسك لازم تروح لها مش هيحصل لها إلا بالتواضع والتشبس بالفرصة وما تديش ودنك للناس وما تستعجلش الفرصة حتجيلك حتجيلك في حتة أبعد من اللي أنت متوقحة بإذن الله دي رشدة تلقيعي لنصر ماهل دي رشدة مش القيعي يعني مش مخترعة دي اللي أنا قدرت ألمها وأقدر أقلهاله بإخلاص يعني إذا كان هيسمحها مني أنا أتوسم فيه هو أحمد حمدي اتنين لعيبة يقدروا يكونوا حاجة جامدة أو في مصر يقدروا يكونوا حاجة جامدة هما مش حاجة جامدة هما يقدروا يكونوا حاجة جامدة هما عندهم هذه الإمكانيات لأن هو الاعتبر نفسه أنه حاجة جامدة ها هو مش بطاط وكويس بس هو أحسن من كده بكتير هو مش متخيل يعني فيه ناس بتلوم عليه مثلا تمسكش الكرة كتير متخيل بقى هو كمان لو الخبرات دي جات له إمتى يتحرك من غير كرة إمتى يبلز ميله إمتى رقص إمتى ما رقص شوف الحتة اللي حيوصلها هتكون فين هيعدي بقى ساعة لكن وأحمد حمدي يستحق إن شاء الله يأخذ فرص أحمد حمدي يا حبيبي شفناه كتير والرجل ما تقلقش عليه وأنه بقى أستاذ براي أنا عارف أنك بتحبه جدا وأنا بعبه لا لا موهوبة أنا بحب الموهوبة ما أحنا ما يقولش حاجة واحدة واحدة اسمع كلامي وهم ما اسمعوا الكلام بس واحدة واحدة حيبقوا لعبة تقيل قوي إن شاء الله مش عايزيني تقلق